اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى النهاردة هيكون معايا ضيف كبير وضيف عزيز واحد من أهم ورمز من رموز كرة القدم المصرية والنادي الأهلي ومنتخبنا الوطني والعديد والعديد من الألقاب والعديد والعديد من حراس كرة القدم في مصر بيدينه بالولاء وبكل شيء جميل لهذا الرجل نجم الكبير الكابتل أحمد ناجي زيك يا كابتن مشرف ومنور ويعني دايماً بنستمتع بوجودك معنا زيك وحشني جداً 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 بقاله فترة مش هفتكش وأنا سعيد جداً وأنا جاي النهاردة من في بيتنا الكبير طبعاً وإننا هشوفك ربنا أخليك له يا كابتن مصر يعني أجيال وراء أجيال وراء أجيال زي ما النادي الأهلي زي ما عندنا دايماً بنتكلم في هذا الأمر أن الأجيال دايماً بتسلم بعضك كابتن ناجي من زمان جداً وأجيال كثيرة جداً تخص كرة القدم المصرية كابتن أحمد ناجي له دور كبير جداً جداً بعد ربنا طبعاً في وجود أسماء كثيرة جداً يا كابتن ناجي الفترة السابقة واللي جاي إن شاء الله يعني الحمد لله يا رب العالمين الواحد لسه في نفس يعني ولسه يعني عنده نهم وعنده يعني حب للعمل فإحنا مستمرين بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الناس اللي أنت قلت عليهم دول اللي هما سبب رئيسي في أن إحنا يكون لنا يعني حظ أن إحنا تقابلنا مع خامات عظيمة يعني الشغل بن عليهم وهما السبب الرئيسي في النجاح يعني كابتن الأسماء الكثيرة دي بتحسسك أولاً أنت كبرت ولا لسه زي ما أنت لا أنا كبرت ده طبيعاً لا ما كبرت شرح ماذا قال كده يعني هو المهنة بتاعتنا بتاعت تدريب حراس المرمى دي طبعاً فيها جزء بيعتمد على اليقى البدنية طبعاً مضبوط أكيد وطالما إحنا محافظين على الحتة دي ومحافظين على تدريباتنا أنا تقريباً عايش زي لعيبت الكورة يعني بنام بدري وباكل كويس وبتمرن كويس وقت ما حس إن أنا الحتة دي مش قادر يعني إن أنا أعملها بنفس الكفاءة طبعاً هاخد قرار إن أنا أنت كنت حضرتك المرة اللي فاتت برضو معنا من 3-4 شهور كده برضو كلمت أن أنت يعني ما لكش نفسي أو مش 4 شهور أكتر شوية ما لكش نفسي قوي هو اللي فاتح نفسي شوية أحمد سامي سامي أعمل لا يعني وقناعات أنا الشخصية أن أنت لازم تحافظ على إسمك يعني ما تبقاش ما تكبرش أنا لو مش حاس إن أنا أنا دلوقتي حاس إن أنا بشتغل أفضل من عشرين سنة فاتت بنفس الكفاءة أو بنفس النهام و بنفس الرغبة فطول ما أنا عندي الإحساس دوت و عندي طبعاً النحية البدنية موجودة فأنا شغال بشتغل مش عشان أنا بشتغل عشان بحب المهنة طبعاً كل حاجات التانية ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بيها الحمد لله أنا مش بشتغل عشان إن أنا محتاج فلوس أو محتاج لا ما عنديش الحتة دي يعني أضح كمان شوية شوية وقت معاه لأنه هو فعلاً حاجة كويسة لا أحمد جميل وله عقلية مختلفة ووقفته بره يعني أحمد من الناس القصيرين زي بقى بكلية في كل البقات تحس إن أحمد سامي سيد معود أستثني كابتر ربيع عسين شوية أستثني كابتر ربيع بس بس ما ما فيش غيره جلبرته برضو لكن بقية اللعبينة كابتر تحس إن هو كده لكن هو وقفته لي أهيب أنا بشوف إن أحمد يمكن عشان أنا بحبه برضو قعدنا فترات طويلة مع بعض هو كمان بحبك جداً أحمد أخويا وبحبه جداً وتمنى له دايماً التوفيق ومتشاط اللي كان بما كنتم مسكين سموحها بعض أتفرج عليكم عشان خطر طبعاً بحب سموحها وكل حاجة ولكن أنا يعني يهمني في المقام اللي هو كابتر أحمد ناجي وكابتر أحمد سامي صراحة يعني أنا بقولها هو دلوقتي سراميكا وأعتقد أن أنتوا بدأتوا تعملوا فرق أنا لسا كنت أتكلم مع حضرتك ولا لسا شوية كابتر أحمد يعني كان عنده تصور مقدمه المجلس إضاء الرائع يعني من حاجة محمد أبو العنين سات النائب يعني وطارق ناجله حد برضو من الشخصات الطيبة جداً ومش في عكورة طبعاً والمتواضعة جداً جداً هو طبعاً أحمد بقدم له التصور فيه يعني حاجات تحققت يعني فيه صفقات تحققت أنا لسا جاي من صفر قصد كنت بقى خارج مصر يعني فلسا ما عدتش مع أحمد لا بس فيه كم صفقة كويسية أه يعني فيه بوكا وأحمد ياسر ريان كم صفقة برضو خلصناهم من السنة اللي فاتت بعض اللاعبين هو كان بصص عليهم كابتن أحمد وخلصهم من السنة اللي فاتت يعني فتتوقع الدوري السنة اللي حيكون مختلفة كابتن ناجي لا هو من السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت كان دوري صعب جداً وشرس جداً وفضلت المنافسة لحد آخر مباراة يعني حتى الفرق اللي كانت بتنافس فسراع الهبوط لآخر مباراة ما اتش عارف مين اللي ها يقعد ومين اللي ها يقعد فهو كان دوري شرس جدا السالة فاتت والسنة جاه بأشرص يعني كل الفرقة بتايلة عايزة تاخد الدوري يعني كل الفرقة بتجايبة لعيبة جمدة جدا وفلوس كتير جدا وحاجات صعبة آه فيعني كله لازم يستعده وكله لازم يتوقع أن من أول أسبوع حيبقى فيه منافسة شرسة بين كل الجدول يعني في الأول وفي النص وفي الآخر وكل الحتة في الجدول حيبقى فيها معركة يعني أيام زمان أنا أتكلم عن أدل الأهلي هنا أيام زمان لما كنا نكون نخلص الدوري نريح نرجع فترة أعداد نطلع بره مصر نعمل فترة أعداد نعمل مرشاة ودية نرجع نلعب مرشاة الفرقة سلامتك خلاص في الحاجات دي شوف لأحقني هو سابق عارفني لأنه ده نخدنا عشرة يام ولا اتناشر يوم يعني فكانت يعني ايه جبنا الطابل والمزمار البلدي ان احنا خدنا رحا عشرة يام وعشان كده اللعبة عمرها بقى أطول في الملعب لأنه ما بيحصلش ترهل للعضلات وما فيش وقت ان العضلة تفقد فعليتها وكده يعني فلأ واللعاب تلعب لخمسة وثلاثين وستة وثلاثين 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 حرارة سلمرة ما بلعب لأربعين وخمسة وارفعين فدي من ضمن الحاجات اللي هي ساعدت على ان اللعبة عمرها يطول في الملعب انه الرحات البينية ما هيش طويلة احنا كنا بنعمل 12 اسبوع في فترة اعداد طويلة اوه يعني كنا بناخد تلت تشهر أجازة ونروح المعمورة ونعود تزهق من الصيف تزهق من الراحة صح لكن طبعا اللعيب ده مش مكنة ولازم يتعامل معاملة يعني من وجهة نظرك الراحة تبقى ايه ده بادي شهر برا اللعيب ما يقدرش ينزل احنا كنا تقريبا وقت كده هو شهر كان بالكتير اللعيب برا حتى لو انت لو تلاحظ في المسابقات بتاعت امريكا الجنوبية واللاتينية بتبقى احيانا البري سيزون بيخلص وهما لسه عندهم منافسات فيرجع لازم ياخد الشهر بتاعه كاملا اوكي وبعدين يخش في اعداد خاص بقى عشان يلحق يلعب المتشاط او الزبط كده فحضرتك شايف انه الراحة ما تبقاش طويلة لها شهر دي لطيفة جدا شهر شهر كويس جدا بعد كده تبدأ في البدن العام والبدن الخاص وقبل المنافسات ممكن شهر ممتاز جدا اعداد يعني الشهر على الشهر بالظبط يبقى اهم شهرين وده تعريبا اللي اتعامل لأول مرة من ثلاث سنين او من اربع سنين مع النادي الاهلي او لا والنادي الاهلي برضو عمل حاجة كويسة انه هو ادى لبعض اللاعبين قبل المسابقين يخلص عشان ياخدوا الشهر يعني مثلا محمد شناوي يخد شهر بعض اللاعب اخدت ثلاث أسابيع عشرين يوم وشهر بالظبط كده فده طبعا ده كويسة لا كانوا محتاجينه جدا كانوا هما خلاص يعني مفيش مخزون ذهني ايوا يعني التوافق العصبي العضلي يعني دايما لما يكون فيه شوشرة في المخ القرارات كلها بتبقى يعني المسافة بين اتخاذ القرار وتنفيذه بيبعد يعني انت عايز تعمل باص بتحاول تعمله بس ما بيبقاش بنفس الكفاءة اللي وانت واخد راحتك ومخك بدأ يبقى عنده المخزون الجديد او التاكتك الجديد او المخزون اللياق الجديد بتفرق يعني اما تلحم 3-4 مواسم ورا بعض فده يعني كانت معاملة غير اقدمية لللاعب المصري يعني خصوصا الاهلي اللي هو بيخش في 3-4-5 منافسات في الموسم لمدة 3 مواسم اه على الاقل لعب انا متوقع يعني انما كانوا بيتكلموا في سكوادي النادي الاهلي والنادي الاهلي محتاج لعيبة مش عافية انا كنت بقول النادي الاهلي مش محتاج لعيبة ولا حاجة فعلا لا النادي الاهلي كان محتاج الناس دي تريح الراحة الطبيعية بتاعتها يعني دي تعتبر صفقات جديدة الراحة دول لما يرجعوا طبعا طبعا لما حيرجعوا دول حتلاقيهم يعني في حالة تانية خالص يعني كل الامكانات اللي كنت بتشوفها وهم في حالتهم الطبيعية هيرجعوا لها تاني اوكي فده طبيعي ان احنا نشوف ان مجموعة اللاعبين دول لما يرجعوا يرجعوا عندهم زي ما حالك بتقول بقى دايما انشغفونها من القاعد القدم وبالتالي تعتبر وانت لما تبعد عن اي حاجة يعني شكرة بس مش كل يوم خص وجزر خص وجزر خص وجزر يعني لا يعني بتاخد راحتك حتى احيانا بيبقى فيه برنامج تدريب في الراحة بس فاني يعني بيبقى عشان برضو يعني ما تفقدش العناصر كلها ما تروحش لصفر يعني تفضل محتفظة بشيء ما من معدلات اللياق بيبقى على البلايش بيبقى في الجيم في اي حاجات من الحاجات دي عشان ما نبدأش من الصفر يعني وكيد هم عملوا كده طيب كابتن ناجي بما انك يعني بتحب النادي الاهلي وعاشق للنادي الاهلي ايه رأيك في تعاقد النادي الاهلي مع مارسيل كولر بعد ريكاردو سوارش وتجربة غير جيدة مع النادي الاهلي وبعد كده في ظل وقت صعب جدا ويعني حتى التوقيت واختيار المدير الفني في ظل عدد كبير من السيارة الذاتية اللي عارضت على النادي الاهلي ايه رأيك في مارسيل كولر اعتقد انه النادي الاهلي المرادي تروى بما فيه كفاية في اختيار المدير الفني مدير فني عنده خبرات سابقة مع منتخب كبير زي منتخب النمسا اوكي اوكي وبعدين حطهم في الرانكينج اللي هو التوب تن التوب تن دي حاجة جمدة جدا يعني مش حاجة لان فيه برازيل والراجنتين وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا يعني ألمانيا فالنواي يبقى موجود في التصنيف دوت فطبعا دي حاجة مهمة جدا ولا يستهام بها اعتقد ان شخصيته فيها يعني في البودي لانجوش اللي أنا شفته في سوارش وفي كولر مختلف يعني فيه هدوء وفيه اتزان وفيه يعني يعني تقدروا بلغة الكرة بلغة الكرة قد تقول ايه معلم يعني بخبرة واضحة اه فيه يعني خلفية انه مثلا في مؤتمر صحفي يعني قاعد في مؤتمرات صحفية كبيرة جدا في في بطولات عالم وفي بطولات اوروبا فمش مخدود ولا الآن ولا يعني عنده سبات عنده يعني خبرة كبيرة في انه يتعامل مع كل السلة متوقعة او غير متوقعة هو عنده الخبرة في انه هو يمتص اللي بيسأل ويددله الاجابة اللي هو عايزها بدون افوره يعني بدون ما افوره يعني ما يبقاش الرد فوق مستوى اللي هو يددله رد المستطاع يعني يعني مثلا دايما كمسلمان يقول لك ما فيش مدرب يضمن انه هياخد بطولة او يقول انا هاخد بطولة صح قبل ما يخشها دايما دي كانت كلمته فهو برضو الراجل ده فيه حتة خبرة كده ان شاء الله يكون بداية طيبة ولكن دايما اتعلمنا من كلامك ومن كلام مسترمان ومن كلامك وفترة اللي كنا متواجدين فيها دايما مع بعض انه في النهاية الملعب هو الحكم ده اكيد يعني خصوصا انه اي مدرب بيجي النادي الاهلي ما بيبقاش عنده حجة صح بيبقى عنده ادوات بيبقى عنده مجلس ادارة زي ما انت شايف اولا على رأس مجلس ادارة حد كان احسن لعب في افريقيا وعنده درعية كبيرة جدا في النحية الادارية تدرج من عدو مجلس ادارة لامين صندوق لنائب رئيس لرئيس فاشتغل في كل النواح الادارية وكذلك مجلس الادارة هو اللي مختارهم بعناية جدا فلا بيوفروا يعني ساعات انا بحس اقول ايه كابتن اتدخل يعني اتدخل بقى دلوقتي فما يتدخلش لانه عنده مبدأ انه انه كل واحد بيشتغل في المنطقة اللي هو شغال فيها وعنده الحرية كاملة حتى في اختيار الاجهزة المدرب بييجي ولا انا عايز جهاز كامل فهو ما بيدخلش عشان لما ييجي حاسب فاعتقد ان الفترة الجاية العيبة ارتاحت كويس مدرب خبروته واضحة جهاز فني يعني هو اللي مختاره وان شاء الله تبقى هل من وجهة نظر حضرتك يقدر يتأقلم سريعا على ضغط النادي الاهلي على جمهور النادي الاهلي وضغطه لا ما هو الفرق بين سوارش و كولر كولر انه السوارش يشتغل في نص الجدول التاني يعني جيل فسنتي نادي زي مثلا مش عايزين نضرب بأسماء يعني نعم في نص الجدول التاني يعني عمره ما هيطلع للتوب فور لكن هيبقى دايما من الموجودين يعني مكتهد وكل حاجة بس في المنطقة دي لكن ده في كاس أوروبا وكاس عالم يعني قصة تانية ففيه فرق في فرق في الرياكشنز يعني في ردود الأفعال فهنا كنا قلقانين لأنه كنا شايفين يعني ردود أفعال بتاعت حد زي مبتدئ يعني 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 مثلا إسلام الشاطر كان ماسك مثلا فرقة في المركز الحداشر وجيه رح ماسك التاني الدوري أو أول الدوري فهو متعود يتعامل بطريقة معاينة في الحتة اللي هي دي وبعدين فجأة لقى نفسه في الحتة التانية فممكن يكون كان شاطر جدا وكان حينجح لو الظروف كانت تهيئت له بشكل أفضل لكن إجمالا الفرق واضح جدا بين سوارش وكولوريا مرة تانية واختيارات النادي الأهلي في مركز حراسة المرمى تحديدا أو مركز المدرب حراسة المرمى عودة مشيليانكم من وجهة نظرك لا يعني مدرب عظيم وإنسان عظيم طبعا علاقتي بيه كويسة جدا وإحنا صحاب يعني فلا هو مدرب كويس وكان ناجح مع الأولاد وأنا كان من وجهة نظري أنه طبعا أنه يمشي الفترة بتاع تسوارش دي كانت كانت قرار مش مظبوط ولكن إحنا كده في النادي الأهلي المدرب عايز بنعمله طبعا المدرب عايز اللي هو عايزه فلكن هو كان من حقه أنه يستمر مع الأولاد لأنه كان ناجح معهم وعمل شغله قويس جدا زائد أنه في الحتة التجهيز النفسي رائع جدا طبعا أكيد طبعا حراسة المرمى دي أصالة لعبة فردية يعني فيها بعض الخصائص إذا كان المدرب مش إيده مش فيها كويس تقع منه تفخ منه فهو كان واخد باله من الحاجات دي حتى اللي ما بيلعبش كان مش متزمر وفي أريحية في التعامل والولاد كانوا بتكلموا عنه كويس جدا فكان لازم الندي يخبر باله من الحتة دي زائد اللي جاي خمسة وثلاثين سنة فيعني ما عندوش خبرة خالص اللعب إمتى وبط وعمل مخزون عدد ساعات شغل إمتى يعني فكان لازم نبص فيها دي شوية لكن وإن كان ده حصل فالحمد لله وإن مش هيلي رجع يعني وحيبق مع الأولاد يعني كابتن ناجي الفترة الأخيرة لمحمد الشناوي تحديدا حصل اللي حضرتك قلت عليه اللي هو الخلل الزهني التشويش العقلي من كتر المتشاط اللي لعبها فده كان واضح على محمد الشناوي في اتخاذه لبعض القرارات اللي عمره مكان يتخذها لو التشويش ده صح الكلام اللي أنا بقوله ده ولا لا لا محمد الشناوي حالة مختلفة تفضل محمد الشناوي فدل في منحنة ثابت حوالي خمس سنين أو أربع سنين مظبوط فالطبيعي جدا أن المنحنة ينزل شوية ده طبيعي حتى لو ما عندوش ضغط عصبي أو ذهني أو 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 بس هل الضغط ده زاعد أه جدا ده اللي خل اللي يحصل الفرز الأول اللي هو يخطأ أخطاء مختلفة في فترات متبعدة يعني يخطأ خطأ النهاردة مثلا في قرار بعد شهرين ثلاثة يخطأ خطأ في راكشن أو في أي حاجة تاني فنسبة الأخطاء زادت نتيجة أن الأعباء البدنية والنفسية والزهنية كلها تركمت زاعد أنه بقاله خمس مواسم أو أربع مواسم في لفل عالي جدا من الطبيعي أهم من كل ده أن حالة الفريق تأثر على حالة الحرس يعني برضو التفكير أنه هو متوقع أخطاء فده برضو بتعمل خلل في الجهاز العصبي فلا يعني أنا بعد الراحل اللي أخذها دي وبعدين يعني يمكن الفترة اللي باعتها محمد الشناوي قدتنا برضو رؤية البودلاء على لطفة يباين بشكل رائع مصطفة شوفير يعني ولد ضكر ومجدع يعني فلا يعني فالحتة دي في النادل الأهلي السؤال اللي هتسألوني بعد كده النادل الأهلي محتاجك حارس فهقولك لا يعني النادل الأهلي خلاص بقى يعني الولاد خده فرص علي طبعا من بدري أنا كنت بغضو في المتخبات يعني مش فكر معمي لا لعب لعب مباراة مهمة جدا انت حلم للندية ولعب أهلي وزمالك يعني ما عندوش مشكلة أوكي ما عندوش مشكلة خالص ومصطفة وحمزة حمزة علاء من الحراس اللي طلعين من أربعة كويسين جدا يعني حضرك شايف ان لا يوجد حارس لا يعني حتى لو انت جبت حارس فهو في المستوى دول يعني لو انت جبت حارس كبير فهو في المستوى دول يعني مش فارق قوي عنهم يعني فخدوا الفلوس حطها في حتة تانية بالزبط يعني اذا كوميرشل يعني من ناحة تجارية بصحية يعني تجارية يعني اقصاديا تخدها تحط في حتة تانية بالزبط طيب الأربع حراس مرمى لموجودين كابتن في النادي الآلي بما ان حضرتك شايف ان هما يستطيعوا ان هما يشيروا النادي الآلي خلال الفترة اللي جاية هل كل واحد فيهم يقدر يعني وبرضو عايز حضرتك تقولي دايما انا برضو بسمع الكلام ده من حضرتك سواء هنا او في حتة تانية ان حراسة المرمى دي مشكلة لانه دايما واحد اللي بيلعب عمر ما التلاتة التانية هيبقوا زي الأولان يا كابتن عمرها ما هتحسن لا مش حكاية يبقوا زي الأولان حكاية انهما انت بنتحدد منين كابتن ناجي انا بكلمش ان الجمهور يعني هما لما خدوا فرص خزلوك لا صراحة فإذن هما كويسين تاني حاجة ان انت عندك كام من البطولات يستوئب ان يكون عندك حارس واثنين وثلاثة أكبر زي مثلا لما كان الشيناو بيلعب في أفريقيا ونادي قليلا بكاس عالم بدون اللعبة من أفريقيا جوم في آخر ماتش أو حاجة زي كده لا جوم بعد الماتش المنتج فلعب عليه ولعب هاي لو كسبنا به اما احتجت المصطفى في 3-4-5 ماتشات في الدوري وراء بعض لعب مصطفى في الخمس ماتشات يعني عنده قرار واحد مظبوط مش مظبوط في خمس مباريات في يعني لأ المنطقة دي هقول لك حاجة تفضل المنطقة دي في مصر كلها أميز حاجة واثنين هايلين فعلا اي نادي هاتلي اي نادي حتى اللي نزله هتلاقي واحد واثنين يعني الجونة مثلا عماد وطارق الاثنين كواسين جدا هل ده لانه جاي في فترة ومنع لا انا مش معاك ماشي قبل ما كبل لان الاحتراف ده كل اللي هيتجزأ ولو شفت اي دوريات في العالم هتلاقي مثلا كل دولة فيها مثلا 10-12 حارس محترفة بس انا كان من 5-6 سنين يعني لما جيب الانطوان كان جود اكزامبل يعني كان مسل كويس للهراس وتعلموا منه ولا لا طبعا فأنت لما تجيب جيب النوعية دي لزي بالانطوان مثلا لكن ما تريحش تجيب واحد يقعد احتياطي صحيح فلا الاحتراف انا ما اعترفش طب انت دلوقتي هتدفد دوري بقاله 5-6-7-10 سنين اجنابي تلغي المهاجمين ولا ايه صحيح دلوقتي تبقى فيه مدفعين عالي معلول الراجل الكاميروني بتاع فوتشر بتاع فوتشر مقاولين باك المقاولين السير دي باك بتاعهم اهم لعب عندهم هو القاعد المقاولين اه فلا المسألة مش مسألة المسألة اللي انا عندي التزامات وعندي نقص في مكان ما تكبرنش ان انا ما جيبوش اوكي لانه ده احتراف انا دوري للمصري المحترفين متحط ليش بقى شروط يعني انت حضرتك كمان مع فتح بالاحتراف للحراس المصري طبعا مليون في المية لمصري طبعا مليون في المية وده مش هيقلل يعني مثلا الدوري الاسباني فيه 12-13 حرس اجنبي دوري الاطالي ده كل الدوريات يعني كل الدوريات النهار ده بتفرج على اونانا بيلعب كان بيلعب توتنهام مع انتر بيلعب مع انتر بتاع الكاميرا يعني وبعدين ده بتبقى كمان خبرات بياخدها الحراس اللي بيطلعوا لعبه برا مظبوط حياة احترافية مختلفة ويرجعوا يفيدوا منتخباتهم طبعا هل من وجهة نظر كابتن احمد ناجي ما زال محمد الشناوي هو الحارس الاول في مصر طبعا بمخزون خبرات بمخزون خبرات ومفيش حارس دايما السؤال ده بسأله لما السؤال ده يسئلي انت عارف مين حارس التاني بتاع ايطاليا بتاع ايطاليا لا بتاع بلجيكا لا لانه حارس بيلعب هو اللي بيلعب انت ما صدقت انه حارس بقى عنده خبرات وعدد ساعات لعبة دولية وحارس عنده كراكتر وحارس ما بيخافش وحارس بس في زل تطور اداء بعض حراس المرمى التانيين ده حلو انه حيفيدك ان انت تبقى عندك متطمن انه لو انت عندك اي مشاكل اثناء المباراة او في اصابة او في طرد او 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 فعندك المنطقة دي متغطية لكن الحارس الاول ده طول ما هو محافظ على مستواه وماسك نفسه ومشتغل يعني الحاضر قعد عشرين سنة حارس او الحال لغد الوقت عايز يلعب وقاللي كده قاللي بقولي الحراس كده اللي مش هيلعب كويس حال عبانا شايفو شايفو كمدرب بحراس مرمى حيبا كويس جدا نسو الله تعلم منك لا هو عنده مش عايز انه هو كان نمرة واحد في افريقيا في حراس المرمى هو عايز يسعى انه يبقى نمرة واحد في افريقيا كمدرب فما يشتغل يقدر يعمل كده اه اه ولسه يعني طرب عنه ودربه عنده خمسين سنة بدأ بدري خالص يعني شاب يعني شاب ايه طيب بس ما شاء الله يعني التمرين بيتمره كم معايا من كام يوم يعني من شهر او من شهر ونص كده ايه ده قلت له يا ابني ايه ده كأنه بيلعب كأنه بيلعب فعلا دي حقيقة طيب كابت الناجي من وجهة نظرك برضو مين يعني بعيدا عن الشناوي ومجموعة الحراس المرمى اللي موجودين في نادي الاهلي من وجهة نظرك شايف مين اللي اداؤه بيتطور او تطور خلال الموسم اللي حالك بتلعب كل الفرق اه محمد صفحي صفحي طبعا او يعني الزمالك ما عرفش بقى حيبا لا يعني هو صفحي انا قلت هو احسن واحد في الموسم السنة دي ياه اه ليه عشان بس طبعا عواد عامل موسم اكثر من رائح ليس كنت احسألك عواد لانه في فترة طويلة ملعبش مظبوط لكن صفحي لعب كل المباريات مع هذا ماتشين يعني عبر ماتشين فبنسبة المباريات والاهداف المستقبلة واداؤه فهو نمر واحد في الترقيم يعني في الارقاب اه لكن مثلا الدور الاولاني كان الشناوي الدور التاني كان عواد ده ما لعبش متشطات كتير وده ما لعبش متشطات كتير ده نهى كويس جدا وده بدأ كويس جدا لكن فيه بقى كل الحراسكو عندي مثلا عامر عامر المستوىك في الدور التاني كان رائح ومتاز جدا الهاني سليمان في سموح كان كويس جدا بسام محمد بسام امر ردوان محمد فوزي الاسماعيلي فيه ثلاث حراس كويسين احمد عدل عبد المنعم كل الناس عندها حراس المنطقة دي في كرة القادرة المصرية غنية جدا يعني الناس تعتقد ان احنا لا فيه مشكلة ما فيش مشكلة خالص فيها خالص خالص بالمرة نقدر نكامل بها زي ما هي كده كل مصر يعني مثلا هات الشرقاء للدخان عمرو حسام وبوسكا الاتنين اللي عن خبرات كبيرة جدا في الدوري اللي هما نزلوا درجة تانية وجونة زي ما بتقولك عماد وطار اتنين كويسين جدا اسلام طار اه فالمسألة لا الحراس كلهم يعني كويسين قوي وده طبعا من خلالك بشكر المدربين حراس المرمى اللي يشتغلوا على نفسهم وطار نفسهم وطبعا أنا على علاقة وقيدة جدا بكل مدربين كل الناس يا كابتن لما نيجي تقولهم كابتن احمد ناجي بصراحة والله العظيم ثلاثة يعني الناس بتبقى مبسوطة انها بتتكلم عن الكابتن احمد ناجي فده بالنسبة يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الكابتن ناجي طبعا بنبقى سعاداء ومبسوين بس احنا يعني في الاخر احنا يعني ده هو كابتننا يعني ما نقدرش نقول عليه غير كل حاجة حلوة لان احنا ما كناش بنشوف غير كل حاجة حلوة لكن اللي زميلك في العمل او زميلك في نفس الوظيفة لما بيتكلم عنك او في نفس التجربة وبيتكلم عنك بهذا الشكل وبهذا الشغف لما اجي تكلم مع حده وقول له كابتن ناجي بصراحة والله العظيمة يا كابتن يعني سينا نتعلم منك الموضوع ده احكيلك على حاجة مهمة جدا فضل كانت يعني مثلا ام يعني اللي رحمة عطب قعدة جنبي ويكلمني مدرب من مدربين فأسهب في الكلام واقول تخطيط الموسم وتخطيط مش عاف ايه فهي لقيها زعلانة اه تقول لي يا ابن انت ده شغلك حرام عليك بتديلي الناس كده اه فالدي الله رحمة يقول لها بصي هو لازم يطلع كل اللي في دماغه عشان يدور على حاجة جديدة فهو كان حكيم جدا اه وجهة نظر اه وجهة نظر فلا انا حتى مش من منظور ده ان انا ب لا من منظور انه يعني ان 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 انت كل ما تبقى عندك سمة الرضا والعطاء يعني صفة العطاء دي صفة صعبة جدا ان انت تكتسبها طبعا ولكن لو ربنا منع عليك بها فهي بتعوضك يعني نوع من انواع السعادة ان كل الناس بتدور عليه صحيح بس انت برضه كابتن شفت كل حاجة لا الحمد لله الحمد لله خدت مع نادلالي كل حاجة خدت مع متخب مصر كل حاجة الحمد لله وصلت لأقصى وبمنتهى الرضا وبمنتهى يعني مش عايز اقولك انه انا لما بلاقيش حد يكلمني بكلمهم انا انا عرف فعلا دي حيا هنكمل كلامنا وهذا اللقاء المنته مع كابتن احمد ناجي ولكن بعد هذا الفصل اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين كابتن ناجي اذا حبيت تقيم تجربتك مع سموحة وتجربتك مع سيراميكا لا تجربتك مع سموحة طبعا كان لها يعني شكل ومضمون واشتغلنا سنتين ونص تقريبا وانا اشتغلت نص سنة كمان مع كابتن حمد قبل احمد ميا يعني ثلاث سنين وكان لها طبعا مرضوط رائع و يعني تجربة غنية جدا وكويسة طبعا في وجود البس مهندس فرج عامر الناس كانت بتساعدنا جدا وتقف جمينا جدا مع احترامنا شديد سيد وليد عرفاط ما شفناش منه حاجة وحشة يعني رجل محترم طبعا لكن مهندس فرج تحس كده بحيوية وفي حركة مختلفة حاجة يعني عاشق لكرة القدم ومحب جدا ويعني يعني قعد على كل التفاصيل ويعني حاجة بعدين احنا دلوقتي بنعرف صفقات الاهلي من مهندس فرج اهلاوي يعني وزيع يعني لكن فكان طبعا مساند لنا جدا تجربتنا في سيراميكا لسه ما اكتملتش اوكي لا لسه طبعا لانه طبعا احنا جينا في مص الموسم وكان هدفنا ان الفرقة تستمر في الدوري في الدوري وده حصل بدري شوية فحصل نوع من انواع الارتياح يعني اه وانت عارف طبعا المسألة لما تبقى خلاص بتحرب على حاجة ووصلت لها وخصوصا في ظل اللي بقى التعب الجثماني الرهيب اللي كتلعيبها فيه اللي هو دبل يعني اللي هو ان انت بتحارب عشان يعني تبقى موود وفي نفس الوقت مواسم طويلة وناس بتعبانة بقى لها فكل وراء بعضه اه فان شاء الله الموسم اللي جاي كنا لسه كمان يومين كده كمان يومين احنا مدين لعبة شوية راحة غالي احسن جينا انت لما تاخد وقت راحة كويس وبعد كده تبدأ اعتقد الوضع يبقى مختلف بالزبط بالزبط ان شاء الله بإذن الله عندنا يعني امل في ان احنا نبقى مختلفين السنة الجاية كابت دايما الناس كتب تسألني على صالح جمعة انت قعدت مع صالح جمعة دلوقتي فترة في سلاميكا كيلوبترا شايف صالح ازاي يعني انا سمعتم بارك مع كابت كان بيتكلم الحقيقة انه اخد فرص كتير في الناد الالي ولكن يعني كان ممكن يبقى افضل رأيك ايه في صالح ولا انا كنت بتتكلم معاك كده بشكل طبعا في ود ومحبة كده فكنت اقول له يا صالح انت وان بيس انت مفيش علم انت قطعة واحدة فالباقي عليك انت صحيح الباقي يعني يعني هو حس بالكلام تقريبا انا شفته في الحديث بارح بس اتمنى ان شاء الله انه يترجم على الارض الواقع ويهتم بنفسه لانه فعلا وان بيس يعني هو فعلا قطعة واحدة مفيش زيه فعلا كرة في رجله مختلف يعني هو محمد ابراهيم مثلا وافشا وعبدالله السعيد النوعيات اللي وليلين وليلين الكبيرة الفيجن الواسع الرؤية الكميلة عند لعيب كرة زي دوت اتمنى انه يفهم انه حياته كمان اللي هو برا الملعب اهم من جوة المرأة بالظبط وانت شايف انه ممكن يختلف ويفرق مع سيراميكا الفترة اللي جاي جدا لو هو اصلا هو هيمشي انا اعتقد لا ما اقدرش افيدك في حاجة النقب محمد ابو العنين يعني من الناس اللي بتحب تحت وعايز يعمل حاجة في الفرقة وطبعا يعني انا حتى مما جيت اتكلم في تجربة زي تجربة سيراميكا كورباترا يعني انت بتشبهها بالمقول العرب يعني كهيئة او مؤسسة او حاجة براند يعني فهي محتاجة تبقى موجودة ومتواجدة بشكل كويس ممكن في افريقيا ممكن هنا على اساس تبقى الفرقة عملت حاجة للمؤسسة والمؤسسة اللي هي مش يعني مش مستخسرة حاجة في الفرقة مضبوط فهي عملية ترضية يعني فان شاء الله يبقى في حاجة كويسة السنة الجاة يا رب ان شاء الله طيب كابتن اخد حضرتك لحراسة مرمى منتخبنا حراسة محمد شناوي محمد عواد محمد صبحي احمد الشناوي ده مش ترتيبه دلوقتي عواد عشان هو مخدش حد من زمالك ولا زمالك ولا فوتشر اوه بس اعتقد ان هو ده اللي هيبقى يعني ده اللي هيبقى الشكل النهائي تقريبا تقريبا لكن عنده كمان جيش يعني عمر عامر الهاني بس كل ده يقدر يبقى موجود كل ده يبقى جاد برضو من حراسة الموهوبين جدا يعني الواحد برضو من كتر ما بيتكلم فبينسى حاجات لكن جاد ده برضو من الناس الموهوبة جدا فما فيش عنده مشكلة في حراسة المرمى مصر الشناوي يا كابتل لما يروح المنتخف في وقت ده بعد راحة يعمل ايه بس في لعبة لا يعني في لعبة جاية من عدم راحة لا يعني كل جاية بعد راحة او لعب مباراة مثلا صح لكن هي الخطة التدريب اكيد هتكون زي فترة احداد ممكن نواحد تكتكية تغير اكتر لانه عايز مثلا يحط فكره التدريبي او الشكل التدريبي او الخطة العامة او السيستيم ستلعبه ما تشيل في الفترة دي ف هيبقى ممكن الاجهز بقى الاجهز ممكن لعبة اساسي ما تلاقهوش في التشكيل لانه ما وصلش للمرحلة يعني ما عملش مثلا بدني خاص لسه يعني سبرنتات وتحملات وحاجات فممكن الناس تلعب يجربها اللي هم الاجهز انا شخصيا مش من محب فترة الاداد مع المنتخب لانها انا بحسنها برضو بتبقى في الاخر مش فترة اعداد يعني هو يعني فترة اعداد المنتخب بتبقى موجهة لجهة معين او لمباراة او لكذا بس انت فترة الاعداد انت ممكن بتعمل فيها ثلاث وحدات تدريبية هل هو هيعمل كده وعنده مباراة يعني فترة الاعداد بتعمل تدريب صباحي وفي طبعا مدرب كبير جدا اسم كبير اشتغل واقف على بنش فرنتيرا انداء بيئة امتخابات كبيرة طبعا فلا مدرب هيبقى عارف هو بيعملي وبعدين عنده حاجة حلوة جدا يعني هو احد مع كل مدربين الدوري من دي اول مرة لا انا بتكلم على الفكرة نفسها الفكرة كانت جيدة جدا لان الناس قالت له حاجات يعني مثلا كابتن سام اتكلم معاه في كل حاجة في طرق اللعبة وخطط اللعبة وامكانات اللعبة وإيه اللي يناسبها احمد قال له كل حاجة بمنتهى الجرأة هيبقى اصلاح امها يعني اسمع منه طبعا واسمع من غير واسمع من كل طبعا اسمع من كل فجيد تكون يعني الخطوط العريضة اللي هيو ممكن يبقى هو زكي يعني الناس اللي انا شفت انه عنده قابلية انه هو يستشف ما يحدث حواليه طيب هنكمل كلامنا مع كابتن احمد ناجي ولكن فاصل اخير ونرجع نكمل اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين يعني كابتن ناجي منتخبنا الوطني بما اننا بنتكلم عن المنتخب ولعب مباراتين وديتين في شهر تسعة يعني احنا ما عندناش حاجة قريبة احنا حتى المتشاط اللي كانت هتتلعب اتأجلت هل بتعتبر ده شيء جيد ولا لا لا هو طبعا يعني لسه اللعبة مش في كامل جهزيتها يعني زبط لكن اعتقد انه هو هيجرب الاجهز او يعني مثلا هم هيشوف مين اللي خد اجزاء اللي بدأ من شبادر شوية كده اول معسكر لكن انا اخشى ان اللوت بتاع المبارات ياخد الناس لسكة المكسيمان بتاعها يعني يبزلوا اكثر حاجة عندهم فيحصل اصابات او حاجة لكن ممكن هو عنده ايه او مدرب كبير حقيقي يعني ممكن يدي ناس فرص كتير يبدل كتير يعمل تغييرات كتير فممكن تبقى كبت من خلال عملك مع مديرين فرنين اجانب واسماء كبيرة جدا القرار في حراسة المرمى سواء مع المنتخب او مع النادي بيبقى في ايد المدرب الحراس ولا المدير الفني دايما اقولها ودايما اقولها بنفس الاسلوب اي مدرب حراس او لك انا اللي بحط الحارس يبقى فتح سيدرو يبقى فتح سيدرو مش هو لكن المسألة انت تتولد الثقة بينك وبين المدير الفني ويديك المسؤولية دي اذا كنت مدرب كبير او مدرب لسة صغير او مدرب يعني هو يصق في رأيك او يصق فيها مثلا مع مستر مانور خلاص اداني خلاص اسلام يلعب خلاص بها اسلام مع اجير مع راسفال لوسيسكو مع نبيل مع كل الناس مع كابتن حسام البدري يعني كل الناس اللي انا شخصين اشتغلت معهم كانت المسؤولية مع كابتن سامي دلوقتي مع كابتن حمد اصيد اي لكن مش ده الاساس لا ايوه المخرج العمل هو المدير الفني هو اللي بيحط التشكيل هو اللي بيتحمل يعني انا ممكن اقول مثلا احنا محتاجين فلان الفلان يبقى معنا السنة الجاي افرضو عنده رأيه تاني هو اللي يمشي قراره يمشي لدي الفلان في حاسة المرب مثلا مثلا اوكي اه لا ملاش انت يعني اي حد اي حد هو مقتنى بواحد تاني اكتر اوكي انا عالي ما يجي لحد التاني ده ادرب صحيح فهم انت ازاي لكن ده معي انا شخصيا ما بيحصل يعني انا بقال 32 سنة في المهنة دي بالزبط فاكيد لكن بشكل عام حتى لو انا اختلف معايا المدير الفني وكده انا طبعا هو رأيه اللي هيمشي لان المهنة لها اصول طبعا وليها احترام طبعا طيب من رأي حضرتك مين موهبت حراسة المرمى في مصر خلال الفترة اللي جاي لا عندنا كتير عندنا يعني خد الولاد الصغيرين مثلا جاد وصبح وشبير وعمر ردوان جاد وصبح وشبير وعمر ردوان وعمر ردوان وكلهم يستطيعوا عندي حارس اسمه علي مع المنتخب الأولمبي برضو حارس من الحراس اللي وعدين جدا يعني هو مع في القوامل الاساس دي وفي الرأي ما التانية برضو معه لا مصر مليا حراس مرمى مصر مليا انا شايفك المرة دي متطمن طول عمري لا انا من سنين طويلة اقولت كده من سنين طويلة لان المستوى التدريب بتاع الحراس بقى كويس في ناس فهمة وبتشتغل باسلوب علمي ومعظم المدربين يعني عشان ما نساش حد بقوا مهتمين جدا بالتفاصيل في تدريب حراس المرمى رأي حضرتك في الأهل بقى المسلم اللي جاي لا انا عندي طبعا تفاول شديد جدا لانه زي ما قلتلك ان فترة الراحة مناسبة دلوقتي مدرب كبير شكله واضح جدا انه هو عنده شخصية بس برضو يعني مش عايزين يعني نستعجل الايه ال امتى نقدر نحكم على الموضوع كابتا كم كم مطش لا مش كم مطش يعني هو ممكن من اول مطش تلاقي فيه شكل بس ممكن يعني مثلا ايه النتيجة تتأخر مش عارف ايه مش فانا عايز الناس توصبر شوية على الراجل دا لانه خمس ست مطش يعني لا يعني ما بقولش كام مطش اه هو حدبان يعني حدبان حدبان انه عنده رؤية حدبان انه موظف المراكز بشكل جيد الطريقة بتاعته واضحة ما فيش فيها يعني مش كمبلكسة يعني مش معقدة فيه اريحية اللي الناس بتنفذ واجبات مراكزها الخطوط واضح المهام اللي واخداها ممكن التنفيذ بقى يحتاج منه وقت وده مش معناه ان النتاج تبقى وحشة ممكن النتاج تبقى معقولة وكويسة وتاخد وقت شوية لحد ما ينصهروا في الفكر بتاعه وعندما سئلوا في المؤتمر الصحفي عن ألك اهم حاجة النتائج مش معناه كده انا مش عامل كرة كوحشة بس يعني النتائج هي اهم حاجة بالزبط اي مدرب قصة كيف انا على ايده لو مش النتاج مش وحشة يعني لو نتاج وحشة لو جايب هريرة هتمشي صحيح يعني ده مش مش مشروع 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 انا كلمة مشروع دي افشل كلمة بسمحها في حياتي اوكي مش فيه كرة حاجة اسمها مشروع المشروع هو للتلاتة بنت صح لكن تقول لي مشروع وحيقعد سنين وحيعمل اذا ما اكسبش بل المشروع هيفشل فما فيش حكا اسمها مشروع في حاجة اسمها انا بوفر لك كل المفروض هو لك وانت جاي اسم كبير لك وضعك وجبناك على أسس كويسة فالمفترض ان انا بعد شوية اشوف ان انا كان اختيار ده صح طيب لكن كنا بنشوف ده بيحصل برا في منشيستو رونيتد سير 17-18 سنة لكن كان في وصف 27 سنة 27 سنة 27 سنة اكيد حصل فيهم لأ بس هو كان بيبقى كل سنة مدرب جديد هو يعني اه او بيستبدل يعني مثلا بيستبدل المساعدة الاول مثلا نجيب كروش سنتين ثلاثة او يمشي ويجيب غير مثلا او اما تعمل حاجة من الاتنين اما تغير اللعيب اما تغير المدرب او طول الوقت عمال يجيب بيغير حاجات كتير او لعيبة كتير او مساعدين كتير او كده لكنه طبعا ده اكسبشن يعني ده حالة خاصة يعني حالة خاصة جدا في العالم اتنين ثلاثة اربعة زي ارسن فينجرز برضو في ارسنال قاعد بتاع 17-18 سنة برضو نفس الحكاية بس لكن ما هواش قاعدة دلوقت كرة القدم حتى الاوروبية ما بيستنوش على المدرب يعني لسه مدرب بتاع الشلسي بس عشان ادرعوا وتغيروا ودواخد بطولة اوروبا صح وجابوا مدرب برايتون برضو مش من الفرق فرق المنتصف برضو حاجة يعني ممكن هما طبعا عندهم حتة المالك لانه ملكية خاصة طبعا بيبقى هو متحكم في الاختيارات يعني كابتن ناجي برضو وإحنا بنتكلم في إطار الدوري المصري بقى بشكل عام قبل ما اسمع منك انت عامل لنا النهار دو دائما أنا بسيب آخر 3-4 دقيقة دول لنستمتع بالشاعر بتاعك قبل ما تسيب حالناس مع الشاعر واسيب حضرتك مع الشاعر في هذا الأمر بشكل عام بشكل عام الدوري السنة الجاية المنافسة هتبقى عاملة ازاي هي المنافسة محصورة بين 3-4 و 5 فرق يعني طب ده كويس أولا كنا بنقول في القتين لا يعني أهلي وزمالك ممكن دلوقتي برامس عنده طموح في يتشار عنده طموح ممكن سراميكا يخش منافس من فرق اللي بتنافس بما أنه بيعمل سكواد كويس يحاول يحسن يعني اه التحادي السكنداري الفرق يحصل فيها تحولات وطبعا المنافسة حاولك شارثة من أول أسبوع على طول لأن كل الفرق دعمت بما فيها الفرق الصعدة فطبعا هيتبقى منافسة شارثة جدا كبتناجي شرفته ونورته دايما بنبقى سعادة أنا شخصيا يعني بقى ناس طبعا بتبقى سعيدة ده مليون في المية أنا سعادتي لكن دايما بحب أسمع منك أنت قلتلي النهاردة أن اللي بيكتاب بيجي لك فكرة فتوقف تركنا على جنب والناس بتقول علي ممكن نقول لك ده موش في دماغ وأنا طبعا الديوان الجديد إن شاء الله في معرض قرار دول الكتاب الجاي كل معرض دايما تعمل لها دوان جديد اسم المفرمة مفرمة آه أوكي يعني ده كتب شوية كده حاجات تفضل ممكن تبقى لذيذة شوية بقول طول حياتي ما بفهمكش طول حياتك وانت غامض زي طبيخ بايت وحامض أوكي وأنا مستحمل وصامد بس مفروض معرفكش في الندالة ملاكش زي واتخرع وخفيف وني وفي عروقك واتخرع وخفيف وني وفي عروقك دم بارد عمره ما كان دم حي يبقى مفروض ما عرفكش أصلي حتى ما بفهمكش لو زهقت من عميلك مش هعيش العمر شايلك يلا قابل اللي جايك اللي جايلك دنيا صعبة ما ترحمكش طول حياتي ما بفهمكش طول حياتك وانت غامض زي طبيخ بايت وحامض وأنا مستحمل وصامد بس مفروض ما عرفكش بتوجيه الحد شريحة كتيرة من الناس يعني الفكرة بتاعت الموضوع ده جات لك ازاي الفكرة بتاعت الموضوع ده انه انت تبقى قلبك على حد وهو بلد ني وطري ومالوش رأي وفهم انت ازاي عامل زي طبيخ البيت فاهم انت مع ان فيه طبيق بايت بيبقى حلو البامية بس غير كده وطبعا المصطلحات اللي في الكلام يعني قوية شوية لأ فيها يعني شوية يعني نقضي لازع شوية طبعا يعني يعني الشريحة دي موجودة موجودة اللي هم ان انت بتقرر ان انت يعني ما تعرفهمش بس انت مش كده انت عمرك ما بتبقى بتدي نقضي لأ انت احمد ناجي وانا هنا مش انا اه انا هنا الناس ايوة لا انا فاهم يعني حتى لو انا بشوف الكلام ده ما اقولش ان هو طالع من كابتن احمد ناجي لانه مش طريق يعني كابتن احمد ناجي في الطبيعي بيستحمل بيستحمل لا ولما بتيجي تنتقد طبعا بس انت انا يعني انا واحد من الناس يعني واحد من الناس ينتقد ان الشريحة المجموعة دي اللي هو الغامض اللي متفهمش اللي كده عامل زي الخرح كده وني و بتاع دي جات لك جات لك الفكرة دي جات لك وانت في حالة شايفة حالة حالة حاجة القلب يا كابتن وجودك معنا بس كفا بنا خليك انا والله انا بقى اجي لقناة النادي الاهلي كأن جاي المختار تيتش طبعا يا كابتن انا اشتغلت في النادي الاهلي 23 سنة بسم الله ما شاء الله عشر سنين مع قطاع الناشئين و13 موسم مع الفئيل اول فيعني انا كتعربيتك عامنا زي الحمار عارف المكان لكن بقى بسعد بكو جدا وانت بالتحديد انا عشت معك فطرة طويلة جدا في الملعب وكنت مجموعة يعني الواحد يفخر انه اشتغل معهم اشتغل وانا اللي بيبقى سعيد ان انا بقى قاعد في حضرة واحد عمل تاريخ كبير جدا بعد ربنا كان سبب كبير وعلى يدي والله العظيم في كل حاجة تستعين بها في حياتك الشخصية في حياتك العملية في حياتك اي حاجة حياتك الرياضية كمان دايما علاقتنا بتظل دائما محترمة لانه بيحترم الجميع وبيحب الجميع وعشان كده كل الناس بتحبه وبتعتبره مثل اعلى لكثير من شباب مصر وكثير من شباب حراسة المرمى في مصر كل التوفيق دي دايما ويديك الصحة وتظل دائما موجود معنا ونقدر استمتع بك شكرا جزيلا لنجمة كبيرة كابتن احمد ناجي انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله غدا حلقة جديدة من البيت الكبير